الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسباً واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً الله أكبر سمع الله لمن حميداً سمع الله لمن حميداً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المطاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسَى وَسَى وَنَ autonom Tibetan yang utama selain daripada itu ialah berkenaan dengan faraib ataupun pembahagian pusaka ilmu ni ataupun cabang ni ialah antara cabang yang kurang orang cakap dan kurang orang faham hatta di kalangan para asatizah ataupun di kalangan ahli agama pun tak ramai yang mempunyai kemahiran pada ilmu pembahagian pusaka ni saya ingat waktu belajar dulu antara subjek yang ramai orang boleh fail ialah subjek bagi hatta pusaka ni sebab dia susah sikit macam saya memang subjek tu tidak ada sebab kita usuludin orang-orang yang ambil fail dia ada cuma antara subjek-subjek killer yang boleh menyebabkan orang tu sepatutnya grab same tu jadi tak boleh grab kerana subjek tu tapi dia subjek yang penting sebab tu ada satu athar dikatakan satu orang sahabat saya tak ingat siapa sahabat yang sebut ni dia kata ilmu pertama yang diangkat ialah ilmu bagi harta pusaka ni apa maksud ilmu yang diangkat pertama memang ilmu tu hilang yang kedua ilmu tu ada tapi orang tak berapa nak aman sebab dalam pembahagian pusaka memang jelas kita akan nampak pembahagian tu akan diberikan lebih kepada orang lelaki walaupun kita tengok satu orang tu dia ahli masjid satu orang tu dia orang yang program-program agama ni dia dekat tapi bila mana Allah ta'ala uji dengan tiba-tiba datang berita kematian mak ayah dia ke mak ayah belah matura dia ke dan tahu ada harta yang banyak waktu tu kita akan tengok the real face dia macam mana wajah sebenar pada waktu tu memang dia kaki semayang tapi kalau dia tahu bahagian dia sikit dia tak apa-apa sedap hati tambah pula bahagian tu ditentukan oleh fara'id sendiri waktu tu lah keimanan diuji beriman empat lain mungkin mudah beriman tempat pembahagian harta pusaka ni inilah cerita orang nak berbalah orang nak putus alih keluarga kerana cerita ni cuma Allah Azza wa Jal menggariskan beberapa panduan kepada kita dan Allah Azza wa Jal menyebutkan kenapa golongan tu dilebihkan kenapa golongan ni dikurangkan orang ni berapa bahagian portion-portion dia tu clear kita malam ni bukan nak cerita tentang pembahagian fara'id cuma saya nak sebut ialah bagaimana Allah Azza wa Jal satu zat yang menciptakan manusia yang sudah pasti Tuhan mahatahu manusia ni dia nak elok di mana dia nak rosak pun di mana jadi Allah Azza wa Jal antara aspek yang dia letak dalam firman dia ialah ilmu kemasyarakatan ataupun ilmu hidup dalam komuniti manusia iaitu ilmu berkaitan dengan pengurusan harta ini ialah bab ataupun perkara yang penting supaya kita tahu harta ni dia ada kesan sampingan dia iaitu bila mana satu orang tu dia dikelabui dan disamari dengan harta maka kita akan tengok berlaku perubahan pada tingkah laku dia pada percakapan dia dengan sebab dia telah disamari oleh harta sebab satu orang dia tak boleh mendabik dada dia akan selamat pada fitnah harta satu orang tu boleh digelar dengan zuhud selepas melintah dah fitnah harta depan dia lagi belum melintah lagi tu tak boleh kata zuhud sebab tu para ulamak sebut antara orang yang zuhud dan tokoh zuhud yang paling besar ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebab memang dah melintah pun dunia depan dia dan dia tak ambil dia dah duduk pada kedudukan yang tinggi iaitu amirul mu'minin dia duduk pada kedudukan tu bila mana dia jadi amirul mu'minin dia berubah jadi orang yang bersahaja bersederhana sangat berhati-hati dalam pengurusan harta walhan pada waktu tu kalau dia nak ambil pun bukanlah satu benda yang besar dan kalau dia ambil pun dia boleh tutup supaya orang tak perasan apa yang dia ambil sebab dia berada pada kedudukan yang besar sebab tu ta'rif zuhud ialah orang yang tak terkesan dengan harta setelah berada dan ber lalu di hadapan dia harta kalau satu orang dia belum kaya kita tak boleh kata lagi dia zuhud bagi dia harta bagi dia kuasa bagi dia peluang jadi kaya tengok dia urus macam mana sebab tu Ali bin Abi Talib dia kata ada manusia yang teruk dia miskin dia bercita-cita kalau dia kaya dia nak buat lagi jahat daripada orang kaya yang jahat ini orang yang teruk ada asap maknanya dia tengok orang kaya jahat dia tengok pemimpin yang korupsi dia kata dia tu miskin rumah pun tak ada dia kata kalau aku dapat lagi teruk korupsi aku buat daripada dia manusia cerita-cerita dia ada cerita-cerita nak katanya apa nak katanya dia bermula pada fitnah harta tu sendiri jadi daripada bacaan yang kita dengar tadi iaitu daripada ayat yang ke 27 sampai lah ayat yang ke 37 dan semalam pun kita dah sebut sikit kita dah baca sikit pada empat rakaan yang akhir ianya berkaitan dengan dua isu satu pengurusan harta satu berkaitan dengan perkahwinan bagaimana perlu ada keseimbangan dalam perkahwinan dan dalam ayat sebelum ni pun kita dah lalu ayat yang ramai orang suka iaitu ayat berkaitan dengan kempen poligami ramai orang suka ayat tu orang boleh ingat ayat tu tambah pula perlis dia ada laluan yang agak luas dalam bab ni dia tak macam negeri lain sebab dia dalam borang isi nak poligami ni dia tak perlu kepada izin isteri pertama tapi dia perlu makluman sahaja maknanya kalau anda maklum bergaduh muka dah bengkak pun boleh lagi dihantar borang tu sebab negeri lain dia perlukan sains di bawah tu kalau dia tak dapat sains tu dia tak boleh lagi boleh dia tak dapat yang tu itu bukan orang kata apa nak bagi kita ni jadi Thailand no.2 bukan cuma adalah sebab-sebab lain yang tak cukup masa saya nak cerita sini cuma nak katanya itu ialah ayat yang orang tengok dengan satu surface sahaja perkahwinan bukan semudah berkahwin selesai dan perkahwinan bukan hanyalah satu benteng untuk menjaga hawa nafsu tapi ianya sebuah tanggungjawab dan ianya sebuah akad akad ni ialah janji yang telah kita buat sebab tu kita ada yang nama dia akad nikah sebab tu sebelum ni kita dah lalu pada tadabur ataupun bacaan Quran bagi dalam surah An-Nur Allah Ta'ala sebut tentang arahan suruh orang-orang yang bujang ni kahwin kalau dia tak cukup duit Allah Ta'ala akan bagi dia kaya tapi tak semudah kahwin lepas tu tunggu duit datang dia perlukan beberapa beberapa gerak kerja dan beberapa susunan dia macam orang semayang ada orang semayang yang perangai jahat sebenarnya semayang tu dia halang orang daripada buat jahat tapi kita jumpa orang semayang jahat juga jadi itu tak pelik sebab tu kita akan tengok ada orang dia belum kahwin dia ok ekonomi lepas kahwin dia lagi sesak salah pada arahan Tuhan ke salah pada pengurusan dia kena tengok pada bab lain sebab Al-Quran dia bukan sebuah kitab spell magic buat satu benda pum tukar on the spot macam tu je sebab tu nak bagi orang jadi baik bukan sekadar hantar pergi umrah bukan suruh dia datang masjid perlukan baiki kefahaman dia dulu jadi nak suruh orang tu berubah nasib hidup dia bukan hanya suruh kahwin semata-mata ilmu perkahwinan yang lengkap juga perlu ada pada dia jadi pada suratul nisa' itu Allah Ta'ala cerita tentang beberapa hak dan beberapa keadaan situasi bila mana kamu hadapi situasi dalam perkahwinan apa kamu nak buat yang ni orang kurang bincang orang bincang yang orang bincang yang orang tak bincang yang huraian selepas pada tu panjang cuma nak katanya Al-Quran dia meraihkan hubungan sesama manusia dia mengelak manusia daripada dizalimi antara satu sama lain sebab tu Agama ialah sebuah Islam ialah sebuah agama yang menentang kezaliman menentang penghinaan dan penindasan jadi ini perkara yang kita akan tengok dalam suratul nisa' terutamanya dia angkat golongan perempuan yang telah ditindas oleh masyarakat Arab jahiliah hatta masyarakat-masyarakat lain pun mungkin ada unsur penindasan sama ada langsung ataupun tak langsung cuma nak katanya agama ini datang menyeimbangkan tapi tetap meletakkan hak lelaki ada kelebihan dia berdasarkan ayat yang ke ayat yang ke 34 Allah Ta'ala kata lelaki itu lebih kuat lebih besar kuasanya berbanding perempuan dia kita baca terjemahan dia akan sebut lelaki lebih kuat pada perempuan betullah terjemahan itu tapi konteks ayat ini nak beritahu kuasa dia kuasa dia untuk untuk menguruskan sesuatu keadaan sesuatu masalah kuasa dia lebih besar berbanding perempuan tapi bukanlah bermakna ayat ini nak menindas ataupun prejudis terhadap perempuan wallahu'alam setakat itu saja moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat dan insyaAllah kita sambung lagi kiam kita subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد واجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألشنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُّكُمْ وَلِيَدِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله هو أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يدد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك الكردوس